بالجامعة شو درست؟ أنا كان في عندي كثير خيارات بما أنه كان أدائي الأكاديمي رائع واضح أنه ما كان في خيارات أصلاً وجبت حدا يدعم نقدرك الجامعة خيروني بين طب و هندسة وكذا يعني عالم كنت فدخلت كرافك ديزاين ممتاز لأنه كانت المتاحة؟ أنا متذكر وقتها اجتماع كان اجتماع طارق على مستوى العائلة بما أنه عمر بعرف غير يرسم فرافك ديزاين مناسب أهلا وسهلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست بارشوت سكستين بداية شكرنا لكل حدا أمن فينا كل حدا مشاكل حق بشارك حلقاتنا لكل حدا بيحكي عننا لكل المسجعات والرسائل اللي عن توصلنا عن حبه من البودكاست ومشاركته شكرا لمتابعتك من كل مكان بالعالم شكرا أنك كان بتقدمنا الحب من كل قلبك أو قلبك ضيفنا في حلقة بودكاست بارشوت سكستين لهذا الأسبوع هو شخص عزيز كتير جارنا من بداية الرحلة كان موجود معانا في بارشوت سكستين من أوائل الأيام بتذكره كان يدخل على المكتب بالليل يكون هم داوم بالليل كتير في المكتب وأنا كون موجود بالليل كتير في المكتب كان يدخل علي يشوف الأمور شوي هيكة مش ماشي تمام كان يقضي جزء من وقته بس بس يشجعني وشجع الفريق بكل حب وبجد كان يظل يقول لي دايما أن يدخل على المكتب أصبر ورح توصل ورح تشوف شو رح تعمل ويوما ما من وراء كلامه ونصائح له خلاني أغير طريقة تفكير ومنهجية بالشغل أنا أساني أحبه كتير لأنه صادق شفت تحول مهول بطريقة تفكيره وحياته خلال الجيرة بخمس سنوات الماضية بحبه من كل قلبي والفريق بحبه كتير بعدين بدخل بكل تفاصيل الشركة مش عارف كيف هيك داخل بكل مكان موجود فاخرينه إحنا جزء من تجربته هو جزء من تجربتنا بعتقد ضحكي ممكن على الأقل مليون أردني إذا مش أكتر وعمل إنجازات وسطة لملايين الناس رسام كاريكاتير شرس ومحب وبدو الباب عليه 12 بالليل بقيه في المكتب برسم بقدو عليه 6 الصبح بقيه في المكتب برسم مش عارفش متى بروح بس بروح ما بعرف متى أهلا وسهلا بضيفنا عمر العبداللات شون مقدمة هي بس يعني بكل حب الله عمر حساس مروح عمر شكرا على كل إشي يعني هاي شهادة يعني أتمنى أني أستحقها وسعية جدا أنها طلعت منك غسان هذا شرف كبير إلي صدقني عمر أنا ما بنسى بسنين ماضي ما بنسى بسنين ماضي كلها دخلاتك ووقتك ولما كنت أعطيني أفكار جديدة بالشغل وكيف تعمل هيك كيف تساوك ما بنسىها أبدا وما بنسى أنه أنت بنيت كنت باني عم تبني تجربة جديدة وكنا ماشي مع بعض فأنا ما بنسى هذا الإشي أبدا حضر لي ممتن إلك طول عمره عمره نجد من قلبي يعني أنا كانت مرحلة ولا زالت طبعا صعبة هي الواحد يكون زي كأنه عم بيروح على الغابة عم بواجه كل أنواع الوحوش والتحديات ولكن مساحة الفرح كانت هون بالشركة عندكم هاجي أرتاح أشوف أصدقاء لي مبتسمين عندهم دائما حلول وأمل للمجتمع فهذا أحد أسباب أني كنت ولازلت طبعا لازم لو خمس دقائق أمر عليكم ما في أحلى من هيك جيرة صراح عمر إحنا بتجربتنا في البودكاست دائما ندخل بتجربة الإنسان بعمق وهدفنا منها أنه كل حدا عم بسمعنا يعرف أنه كل حدا وصل لأي شيء كان هو عبارة عن إنسان أخذ قرارات مختلفة بمواخف مختلفة وإنت اليوم كرسام كريكاتير ومؤسس شركة تقلم حر أعمالك وصلت كل عالم العربي كل عالم كمان اللي بدي أحكي لك يا هل مصغرك عمر كنت عارف أنه أنت بتحب الرسم هل كنت بترسم وتصغير ولا إيش بالضبطيني هل كنت أنت عندك مهارة واضحة بمصغرك أو لما كان أعتقد من تجربتي المتواضعة يعني حتى لما كبرت يعني ومع الأطفال يعني بدرب أطفال كل فترة وفترة أنه كل إنسان فيه يعني أدوات وفيه مهارات من خلالها بتواصل مع المجتمع في ناس بكلامهم في ناس من خلال حركة جسمهم وفي ناس بالرسم فأعتقد أنا من ناس اللي بتواصلوا مع الآخرين بالرسم ومن أول يوم يعني حدا من مصغرك من مصغري نعم كنت أرسم دائما بأرسم دائما حتى يعني بدأت أرسم قبل ما أني أتحدث بشكل صحيح يعني قلت أه نعم يعني أنا تأخرت شوي في النطق فبلش أرسم قبل ما أنطق بشكل صحيح فظيء في أنه كنت تواصل بالرسم أيامها نعم آه يعني كان الأفضل أنك يعني تشوف أعمالي عشان تعرف مشاعري على أنك تحكي معي يعني والله آه فأنا من قصص هاي حكيت لي ياها أمي يعني يعني أنه وهذا بتاكي بسن مبكر دكتير سن مبكر صف أول ست سنوات آه ست سنوات فكنت أرسم كنت أرسم آه وكنت أرسم وأشياء خيالية يعني بعدين نسحرت زي أي طفل بالرسول المتحركة اللي كانت أطلع على التلفزيون آه وكنت أحاول أقلدها أحاول أني أتقمصها وأحاول أني أعمل إنتاج شبيه بهذا الإنتاج يعني آه في المدرسة كنت كيف كنت آه آه اجتماعي خجول آه بتحب الرسم بس لحاله بتامع أشياء تانية مشكلجي والله كنت كل هدول الأشخاص مع بعض مع بعض كيف طي يعني كنت كأنه كأنه من أنا صغير بحب أسمع صوت ضحك فقد داما كأنه أنت شو تأكد يعني دعني أنه إلى الآن يعني إيش أكثر إشي بسعدني لما أرسم كركاتير أو أو أعمل عمل فني أنه يكون سبب سعادة الآخرين فالأسف كانت بطرق ملتوية يعني كان مثلا أجاد سكن يحبوك الوضع يعني أسادة الرسم آه كان يحبوني غيرهم ممتاز بس بس رسم معناته أنت تيجي حب مادة عمر متفوق آه صح مادة مقلها أهمية متفوق فيها والباقي ماشي حال باقي يعني على الحفة عمر حل هسيت أنه الرسم هو كان مرحلة بها تعدي يعني ولا ولا عن جد بيشي معك الحار يعني هلو استمروا ولا فترة أطعته ورجعت له صراحة أنا بحكي في المدرسة يعني أنا كنت بفكره بشيء يعني بمرحلة ورح تعدي وشيء ما إله كثير أهمية يعني الأسف أن المجتمع هذا هذا اللي هذا اللي رسخوا بذهني في ذلك الوقت يعني أنه إشي مش كثير ما ندرت قابل هذا الشخص يعني معروف وناس تحكي عنه يعني إشي حلو كان جو حلو و قبل الجامعة إيش كانت إيش إنت كانت تكون صاحب قرارات بحياتك عادة يعني كنت لا أطلقا ما اختصوا قرارات أبدا يعني لا لا يعني كنت مع الشباب الحارة بلعب كرة سلة والعب نوادي كرة سلة كمان العب نادي جزيرة فترة وتجربة حدوة كانت الصراحة من أهم تجارب حياتي اللي أثرت فيه إلى الآن إن العب تكون تسلس سنوات في نادي جزيرة أكثر يعني الروح القتالية ما في ما في ما بسي تدخل على المباراة وانت بتحكي رح أخسر ما بصير ما بصير وشو ما كان كنت أقابل ناس أطول مني أطخم مني ما كنت تسلس تعرف يعني مئة وتسعين وطفوق يعني في مترين مترين وخمسة في ناس من دول أخرى ما بصير نحن كفريق والمدرب يحكي والله فرطت من أول مثلا أو والله صعبين لا يعني بدك تآمن إيمان مطلق أنك راح تفوز هذا كان يعلمونكم مياد قبل كل طبعا طبعا وكمان نحن ما عم نلعب من أجل أنفسنا نلعب من أجل الفريق هذا إشي كثير كنت أحب أنا فأنت تعلمتم من مصغرة كنت لم تعرف أدي أهميتهم طبعا كثير مهم وانت كنت تابع كرة سلة عالمية وتتعلم أنه أهمية العمل الجماعي أهمية تمرير الكرة أهمية أنك إلكت دور معين مشدورة تكون كل الأدوار عندك يعني أنك دور معين في نجاح الطريق عشان هيك كثير من دراسات دراسات الحالة في القيادة دائما تكعن السلم دائما يعني أنا بدي أحكي أنه الدول المتقدمة هي الدول بتآمن بالرياضة لأنه تعزز هاي القيم بمجتمعات يعني الدول ليش بتشوف أنت دائما دول المتقدمة في الرياضة بتلاقيها أوروبا أمريكا روسيا الصين كله رياضة 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 لأنه تعزز هاي القيم أنت بتحس عندك روح قتالية من مظهرك صراحة أنا اضطريت أن يكون عندي روح قتالية لأنه يعني بيني وبين نفسي عشان نفسي صراحة يعني عشان يعني أنه يعني أنا مرات زوجتي بتشوفني مبتسم بتقول ما لك شايف إشي يعني أنا مش شايفينه أنا بتذكر الطفل الداخلي ما خذلته اللي عم برسم كنت تذكر أنا ما خذلته يعني ما ترك يعني أنت الطفل الداخلي ما تركت القلم ما تركت الألوان إلى الآن في قلم وألوان في حقيبتي إلى الآن فأنت بتذكر الطفل الداخلي ما رح أتركه لآخر يوم بحياتي أرسم وعبر وألون وشو ما يفكر من المجتمع خلي أفكاره لإله طبعا لأنه للأسف أغلبها خاطئة إذا ما تيجي ترسم رسمي إنت الآن تكريكاتير وتلاقي لايك من البرازيل أو من الهند أو من أوروبا أو إعجاب أو تعليق من كبارة السمية عرب هذا دليل للأسف إنه ما عندنا البيئة التسجيعية كيف تتقدم للأمام فإذا مش موجودة لازم أنت تخلقها لنفسك لازم تكون دائما موجود وإنت بتحس حالك أنك طبعا لازم دائما يعني من ما كنت أعرف هذا الحكي صراحة ما كنت أعرف لكن أنت مسؤول عن نفسك في النهاية بالجامعة شو درسيت؟ أنا كان في عندي كثير خيارات بما أنه كان أدائي الأكاديمي رائع واضح أنه ما كان في خيارات أصلا وجبت حدا يدعم لك داخل الجامعة خيروني بين طب و هندسة و كذا يعني عالم كنت فدخلت كرافك ديزاين ممتاز لأنه كانت المتاحة؟ أنا متذكر وقتها اجتماع كان اجتماع طارق على مستوى العائلة بما أنه عمر بعرفت غير يرسم فقرافك ديزاين مناسب لو كان فيه كمان ابن خالتي دارس قرافك ديزاين وكان من المتفوقين ورائزات طبعا في هذا المجال أحد الأسباب أحد أسباب انضمامي أو دخولي عندما أنك دخلت كرافك ديزاين؟ لا للعكس تماما حسنت أنا صح؟ مناسبة؟ مية في مية صح يعني ما كنت واعي وقتها طبعا لأنه أنا أصلا كنت في مدارس مش مهتمة بالفنون فلما دخلت كان مواد تقولها فنون فعكس اللي كنت متوقع وكنت عم بحاول إني أواكب وحتخرجت لسه أصلا يعني متأخر حسيت حاليا فأنا بستغرب أصلا مرة دعوني من الطلاب اللي متفوقين الجامعة نفسها أنه أنت متطلاب متفوقين؟ أه بس أنا ما كنتش من طلاب متفوقين طب لا بالعكس شو أعرفك؟ لاحقا يعني لاحقا طب بل كنت أنت متفوق ونت مش عارف؟ لا أم يعني كنت علاماتي واضحة كله بالأوراق موجود كنت بالجامعة كيف أمر؟ نشيط؟ ولا بتخلصوا مركب سريع؟ هل كنت اجتماعي؟ أنا عم بكشف فوراقي كلها والله يا صديقي ما فيه إشي مميز بالجامعة سوى أني كنت أحب زي إلى الآن بحب أرسم تسامع وجه زملائي نكسر الملل أو بحاول أرسم كريكتير بعض الدكاترة يعني حتى مرة ما بعرف قصة هاي إذا بصير أحكيها أو لا لا بصير تحكيها توقع هاي القصة خلتني أوقف رسم كريكتير هاي القصة بالذات نو جد خمس ست سنوات سبع سنوات حتى وقفته تماما وقفته تماما ايه؟ ما بعرف أكذا في مرة دكتور بالجامعة إيجا طلب مني أني أرسم كريكتير فمعرض كريكتير يعمل لي صغير بالجامعة فأنا الطاقة يعني صارت مليون من رسم ورسمت حالي أنا مواقفي مع الدكاترة مواقف ساخرة أنا والدكاترة وألون وأحبر ويعني ورشة عملتها في البيت مكيف فعمر مع دكاترة اه مع دكاترة اه يعني بعدين رئيس القسم شاف الرسمات هاي للسمان عرضت طلب طرد من الجامعة مجلس ضبط وانفصال أو فصل أو لا اه وقتها تجربة صعبة فدبرنا واسطات وخلوا بس خلوه بالقسم بس وقتها وقفت رسم سنين طويلة طب سؤال هو عارف أنه أنت ما كنت عم تستهزئ أنت كنت عم بس بجرد عم تشعر بالأسف كان وقتها يعني ما بدي وعيهم ضعيف يعني الذات عندهم عالي جدا لأنا أصدقى لأنا طبعا لأيجو عندهم مرعب كان يعني مش قادر يتخيل حاله أنه هو ممكن حدا يعني يرسمه بشيء مع أنه هذا فن يعني فن يعني أنه حد أشكال الفنون فن الساخر أدب ساخر يعني لازم يكون هذول همه سفراء ما هذا كنت أحكي يعني لأسف إذا هاي الكلية هيك إيش خلينا لا لا وقتها وقفت رسم فترة طويلة جدا طبعا ما حسيت أنه أنت بتخصص الغلط أو بالمكان ما حاولت تتغير تخصصك بعد ذاك الوقت يا عمي بلك أنا مديش أكون فنان مثلا بالله يعني كنت أرسم بس مش كريكتير يعني دربت على الرسم أقلام الرصاص الألوان كنت بتدريب فكان لا يعني مناسب بس ما كنت يعني موضوع الكريكتير بطلت أخذه بجدية خلاص يعني أنا مش رسام كريكتير طب جمعتك الحياة بلسطين بعديها كتير بهذا الدكتور اللي طرب فصلك وقال لك أنا فخور فيك وبإنجازاتك والله كلهم افتخروا فيي لاحق كلهم كلهم يعني صاروا يعني فخورين فيي ولأسف يعني على ذلك هذا الدرس مش أنا مش أنا مش أني عم بحاول أني ألعب دور ضحية هذا يعني رسالة للأشخاص اللي عم بيسمعونه الآن أنه كلماتك راح تحسب عليك لاحقا فكون حذر يمكن حاول تكون دائما يعني حاول دائما أنك تساعد الشخص لأمامك أكثر من أنك تحطمه يعني لأنه بالنهاية ما بتعرف إيش راح تصير قد تصبح أنت موظف عند هذا الشخص قد يكون ابنك يحتاج لهذا الشخص وإنت عشان سمعتك أنتك شخص يعني أنا أحكي أسماءهم الآن مش حلو لهم يعني بالأسف ما بذكر أسماءهم ولا أسمة جامعة فلا الواحد لازم يكون حذر في كلامه مع الآخرين وبعد أنت خلصت جرافيك ديزاينر وبعد الجامعة اشتغلت في هذا الشغل ولا اتجهت للرسم يعني اتجهت لتصميم جرافيك بعد عدة سنوات صار فيه تاسكات يعني مهام تحمل طابع رسم بسيط فكنت أساعد فيها أنا فلما أساعد فيها فإشي مش مطلوب منك أفرى ما يكون مطلوب مني أساعد فيها شهلو حتى وبدأت أساعد فيها زملائي الرسمين صاروا يعني صراحة يحفزوني آه استمر حلو خطك لازم ترجع ترسم نصائح منهم يعني اقتراحات أنه أنت عم تساعدها ومكانك أنت ترسم لحالك كريكتير مثلا أنا متذكر آه فظل كريكتيري موقف من وقتها من وقتها آه آه من وقتها حكالي زميلي محمود هنداوي الله يسهل عليك الله يسهل علي بحبه محمود كتير رسام بصحيفة الغد في ذلك الوقت بحب محمود كتير هو قال لي ليش ما ترجع ترسم كريكتير عمر يعني أو ترسم كريكتير يعني خطك حلو لكريكتير قلت له ما بعرف ما قلت له كتير حيث أنت كنت عارف لو أنت تعرف نرأ ما بعرف لأنه أنا فني كريكتير يعني السياسي الاجتماعي هذا بده يعني إشي مختلف عن الرسم آه إشي أعمق وإشي بده تدريب وبده بعدين فيه يعني يبدو تأثير كمان يعني مش بس ترسم بدك تأثر في المتلقي يعني تغير برأيه أو ممكن تصدمه برسمة فهيش كثير صعب في ذلك الوقت على واحد صل له خمس سنين متخرج وما تدرب على هذا الاشي يعني بعدين بعدين صراحة إجت ثورة الانترنت في ذلك الوقت يعني هو أنه بطل ليس بالضرورة أنه تنشر باستمرار أو مع مؤسسة بمكانك أنت لحالك بدأت أرسل أعمالي لعدة مواقع أعمالي نحكي اليوم رسمات كريكاتير رسمات كريكاتير جدا بسيطة بسيطة وكانت تنشر فكنت أنبسط يعني طبعا أنه عم برجع أرسم كريكاتير وبعديها بعديها يعني بدأ هيك يعني يعني شعور بداخلي لازم أنا يعني أطور نفسي بهذا الاشي بدأت بدأت ألاقي إعجاب من خارج الأردن في أعمالي إعجاب بسيط هو هذا أطلت ثقة أكيد أعطاني ثقة وخلاني أتحمس أضعاف أني أطور هذا الاشي في مرة يعني خلال التجربة هاي كان أخوي مسافر على مصر حلو قلت له جيب لي جيب لي كتب من مصر كريكاتير زي ما حكيت لصاحب من أصحابك جيب لك كتب من مصر وما جيب لك يوم رجع بالسلام جيب شي شي بس جيب لي كتاب وقتيها ما كنت طالبه أنا رسام كريكاتير اسمه بهجة عثمان صراحة التجربة المصرية يعني خلتني أفهم الرسم الكريكاتير بشكل مختلف تماما يعني هو مش هو فلسف هو فكر هو تخطي خطوط من أجل الناس مش من أجل نفسك يعني وليس بالضرورة تكون يعني أنت البطل في هاي القصة أنت بتحاول تصنع مجتمع أفضل تغير حياة الناس وانت كنت بتشوف الانتاج المصري واصل هذا المستوى بالذات اللي بالتأكيد زملائي الآن الرائعين عم بيسهموا بهذا الاشي بس أنا اتأثرت فيه بذلك الوقت اللي كبار من الرسمين لأنه في منهم كان يرسموا مجلة ماجد روز يوسف صباح الخير كان بسيطة أعمالهم خطوط بسيطة لهم هوية بصرية خاصة فيهم هاي كل القيم هاي والمصطلحات هاي خلتني أبحث أني لازم أعمل هذا الشئ لنفسي الآن لازم أني يعني يكون عندي مرجعية في عمله لازم يكون عندي فكر لازم يكون فيه ثقافة لازم يكون فيه عندي مبدأ لازم يكون فيه عندي تطور باستمرار من وراء هاي الأعمال بعدين عملت أول وفضلها بنت الكاركتر الخاص خاص فيك هلا مع الوقت اللي تعلمت عدة أشياء مش بس أنك تبتكر إشي خاص فيك لازم تبتكر أشياء خاصة فيك يعني يعني مش بس إشي واحد خاص فيك لأن الواحد عنده أكثر من طريقة يتواصل فيها مع الجمهور فكنت بشتغل عند شركة أبو محجوب كوقتها أنا كنت متجوز جديد وزوجت حكتلي إنها حامل أنا يميتها سعقة صابتني أنا مش قادر بدأ بتكون فرحة لأنه أنا طبعا فرحان بس يعني فرح مع خوف حياتي لأم عدنان طبعا 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 يعني صبقني صدمة لأن أنا أصلا ضايع فإن أنا تصبح مسؤولة عن شخص آخر فبدأ شدير مع بعض آآ يعني تكون واحد لسه الكرير طبعه يعني مش واضح تماما فما بعرف تحمست جدا إني أبحث عن مشروع جديد مشاريع جديدة التقيت وقتها مع صديقي فهد الله سهل عليه وطلعنا بفكرة مشروع مع بعض اسمه على سمناه على راسي للموبايلات كان وقتها موضوع الرسائل الموبايلات وكانت تجربة كثير طورتني يعني مشروع صغير لكن أثره كان كثير كبير بس هو عليه وعلى حوالي بس هو ما كان صغير يعني هو بلج صغير بس انت كبرته كثير مشروع صغير قصدي عدد الفريق الصغير مو أنه مثلا مو أنه مثلا يعني كيان في ناس يحكوا لي وين شركتك كان مشروع لا أنا قاع بالبيت وسوي يعني وين شركتك وين حتى في ناس يرنوا علي فاكنين HR وممكن نحكي مع عمر أستنوا شوي مرحبا مرة سويتها عن جد أستنوا شوي أو سكرت الخطور لا يعني لا أنه تفضلوا أش بإذن أساعدكم هيك يعني عشان إذا أحليق لهم إذا إيش مش مو وبعدين على رأسي يعني أنا بعرف ديش أقول لك جيل القديم يعني الجيل القديم وشوي من الجديد تابعوا بجنون آه كان صدمة صراحة أنا كان متوقع مشروع صغير أنه ست بعض الالتزامات ما توقعت أنه متذكر أول كم من شهر كان في عشرات الألاف المشتركين في هذه القناة وصدمة من نسبة لأنه هذه التكنولوجيا ما كانت موجودة فإشي جديد يعني الناس يشتركوا في موبايلات وأنه أنه أنت تبني إشي ويصير معروف وأنه الناس يتداول إشي أنت عامله كانت كانت أنت عمر وراه أو صراحا المشروع كبر أكثر مني كشخص أنا لسه ما كنت في النضج تبع هذا المشروع لما كبر ما كان عندي إدارة تسويق المهارات هاي حتى نظرتي لذاتي ما كانت واضحة كمان فإشي كانت موضوع بين فرح وبين خوف وبين عدم نضج إنت زين بتهكي للناس أنه طبيعي جدا بتجربتك بالحياة أنه بمراحل أنك ما تكون عارف تماما بالضبط إيش بدك أو شو أنت بالتأكيد بالتأكيد بالعكس أنا بشوف ستشوف لاحقا يعني كبار صناع المحتوى كلينت إيستوود ولا توم هانكس ولا دنزل واشنطن ليش مم بيعملوا أفلام إلى الآن يعني وبتحس وقعد معها بقول لهم أنا ما سويت الفيلم اللي أنا بدي أسويه أو المنتج اللي أنا بدي أسويه مية في مية لسه فكثير مهم هذا الإشي ظلك دائما تحكي ما تفرح كثير لنجاحك بمشروع خليه يعني نجاحي يعني افرح يوم يومين يعني يعني دعما خلي سفر عداد خلص ما صار إشي خليك بتواضع بلش كمان تعرف نجاحك وين صار كمان مثلا أنا فست بمبارات كرة قدم بالحارة بجولة تصرفك بالحارة معروف يعني لا بدك أنت تكون واقعي مع نفسك وكيف إيش مكانك تسوي أفضل يعني وبعد على راسي عمر علم أنت كنت بارت شغال برضو على منتجات أو مش منتجات على خدمات تخدم القطاع الخاص طبعا 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 واتشز هذا كان جزء من الحياة مصمم غرافيك رسام وإيش بدك منها جاهز وأشياء كرياتيف بالإعلانات طبعا وكمان كان فيه مصممين رسامين أنا واحد منهم فقط يعني لاحقا على راسي بدأ يأخذ عمل مؤسسي يعني صار مؤسسة يعني انضم في مرحلة مبكرة زميلي رجائي قواس انضم معنا فأيضا زميلي عامر مصمم مبرمج مواقع الإلكترونية أيضا كلهم نجحوا للشباب كلهم تفوقوا أنفسهم بشكل عظيم الله وفقهم هم شخصيات مؤثرة الآن في المجتمع مبسوط أني يوما ما كنت تجزء من تجربتهم يعني صارت عمل مؤسسي وبدأت تدخل ما كنت أعرف حتى نعم تدخل مجال الريادة يعني يعني نعم تدخل تجربة ريادية حتى المصرحة ما كنت أعرف يعني كان يحكوا آه بدأ نستثمر بالتجربة هذه ما كنت يعني ما أحد قاعد ما يقال لي عمر وليسا بتعلم صراحة بهذا المجال وبالمرحلة هديك عمر خصوصا أنت ابن عمه الله يرحمه دكتور عدن بهديك المرحلة بالتجربة ما كان في قبول المجتمع إنه عمر لازم تكون إشي تاني بتعمل إشي تاني ولا كان مقبول اجتماعيا ولا بطري فرق معك كيف نظرتك عن حالك كيف كنت عارف بتعمل إشي الصح عمر والله إشي الصح بداية إنه الإشي الوحيد كنت أعرف أسوي يعني 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 وإشي الوحيد ما فيش خيار تاني ما فيش خيار تاني ما في خيار تاني زائد كمان إنه يعني في رضة من المؤسسات من المجتمع ما فيه أصدق أزا عملاء وكذا عملاء كان كله راضين وحتى فيه معجبين بالعمل وبس مع الناس مثلا كن قاعد بطالع من مطعم أو من مقهى ألاقي مثلا سائقي تكاسم مجتمعين عم بضحكوا ومبطلعوا على فيديو إلي شحلو ما شاء الله أو أكون طالع أنا مع سائق تكسي يمزح مع صاحبه إيش أنا حكيته يعني أنا كاتبه يعني عم بيمزح معه فشعرت أنه فيه تأثير بقول لك ملايين الناس كنو تبعوهم ملايين الناس وأقابل ناس أحنا لو بذوي فيه ناس يمزحوا بين بعض طبعا إلى الآن طبعا إلى الآن تصني رسائل إلى الآن أعفكر وبعديها صار جزء من مؤسسة صار جزء من مؤسسة صغيرة يعني أربع أشخاص كنا بدأوا بعض المستثمرين يهتموا بالتجربة إلى أن أنا وزملائي وافقنا على أنه شركة خربيش تستحوذ على راسي ونصير نحن جزء من شركة خربيش أنا وزميلي رجائي فكانت هاي نقلة نوعية إنا كلياتنا وقتها وحسيت أنه هاي النقل كنت يتم حاجة إلها أو الطريق وضاك لهناك اثنين مع بعض كنت بحاجة إلها والطريق وضاني هناك يعني أنه بالنهاية ما في حدا لحاله لازم يكون فيه فريق قوي ومؤمن برسالة العمل ومؤمن بتطوير التجربة أنا بحب دائما بتطور التجربة صح يعني زي ما حكيت في بدي بحبش أن الاحتفال زائد وعلى جد بيكون زيادة يعني خلص يعني أنا عم بصير في العالم ثورة معلومات مرعبة فأنا بحب النهاية صراحة العمل الفني أو المنتج الفني يلي يغير إشي الأفضل في المجتمعات طبعا يعني هذا إشي بطمح له يوم ما ما يعني وبعد خربيش قعد فترة ممتازة بخربيش كبر بخربيش أمر قرر ياخد قرار جري كان كثير صعب أنا متذكر في بدايات عالم اليوتيوب ما كنت أعرف إيش معنى يوتيوب أنا بصنع محتوى فقط أنا مش كثير خبير بالبرامج يعني متذكر نحن كخربيش وفريق على رأسي بالذات ربحنا يوتيوب الجائزة فضية بعدين بلقت أربح جوائز في الكركتير من دول مختلفة توجت صراحة بدعوتي أن أكون متحدث خارج الأردن عن الكركتير في برتغال يعني أنه زميلي خالد البي رسام كركتير يعني كثير محترف يعيش في أوروبا الآن مقيم يعني صحت له يكون متحدث في البرتغال اعتذر ورشحني ما رشح عمر يكون بدالي مشكور والله صراحة هذا إشي نادر جدا في عالم ظنان محتوى أنه أنه واحد يفتح مساحة أكبر لا المساحة إلك تكون تعطيها لشخص آخر هذا شيء مرعب هذا إشيء إنسانيا ما أعتقد يا ريت نحن نحن نرتقي لهذا لهذا الاشي صدمة كانت أنا كنت معتبر نفسي تجربة أردنية بحثة ما العلاقة في أوروبا ولا العلاقة في برتغال يعني ما بعرف غير كريستياني ورونالدو أنه من برتغال يعني ورجينيها بالخريطة بالكاد بعرف أنها في شامب إسبانيا ما كنت أعرف كل التفاصيل زائد كمان أني أتحدث باللغة الإنجليزية كمان يعني أنا بالكاد بحكي مع سائح أقول له هون مطعم روح عندي بفهم إنجليزي منيح بس توعبه تماما كأني أكون متحدث باللغة الإنجليزية وما كان ما كان تاسك عندي أصلا يصبح متحدث باللغة الإنجليزية يعني بالكاد عربي بشرح كم من عمل وبروح كنت أشرح أعمال أنا بحسي تجربة تبعث برتغال غيرت كثير بعمر غيرت كثير بعمر صرت أآمن أنه كل إنسان مش بس أنا كل إنسان في العالم هو نوعا ما ظالم نفسه ما بيعرف كديش ربنا كريم معاه ما بيعرف ما بيعرف كديش هو دافن 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 قدراته في المعتقدات أغلبها خاطئة أنت موجود مش عشان الحدود اللي أنت فيها أنت موجود عشان عالم كله يعني أنت أنت ربنا أعطاك قدرة تغير شيء في مجتمعك أنت أعطاك قدرة تغير نفسك أقلها أقل الله يعني تنقذ نفسك مش بس أنت كل الكائنات الموجودة مش بس أنت يعني لا تفكر حالك أنت كمان لحالك كل الكائنات الموجودة هاي الشجر الحيوانات البني آدم يعني لما ربنا يسمي حاله الكريم تعرف ليش هو كريم يعني بالأشياء اللي أعطاك إياها قدرات هاي حلو شو ما كانت قدراتك وشو ما كانت أشياء اللي تمنع هاي الأشياء أنك تتقدم لازم تآمن فيها لازم تستوعبها وفي أنفسكم أفلا تبصرون قديش في أشياء رائعة جوتك أنك أنت يعني أنا كنت يعني واقف عن مسرح حكيت نكتة متذكر عم بجهزها في الأردن ما بعرف مين الجمهور رح قابله سمعت ضحكهم ضحك قاع فيها ألف شخص ولا واحد فيهم أردني عربي ولا واحد فيهم حتى شافني قبل هيك أو بعرفني وكلها شعرت بقدرة الإنسان على أنه يغير الصورة النمطية عن المنطقة اللي هو جاي منها بإمكانه يبني جسور مع ناس آخرين وما يستهين لو غير فكرة بشخص واحد فقط إحنا لكل حد عندما تابعنا رح نحط لينك تبع التيد تاك تبع عمر بوصف الحلقة على اليوتيوب على كل منصات البودكاست عشان مهتم كتير تحضروها لأن أول ما بلش بلش بمسح بلش بمسح في المطار الواضح فيعني بدأت بعدها بعدها نفتح لي باب أني أزور أوروبا أكثر وأكثر هذا الفيديو بالذات خلاني أسافر لمؤتمرات أشارك في معارض تحدثت عدة مرات أخرى واخدت إقامات فنية خدت إقامة فنية في النمسا وشاركت بدعوة ووصلتني لروح أمريكا وعلى السويد احدثت مؤتمرين بالسويد كل من وراء التيد توق وأنت كمان عضو برابطة الفنين الكريكاتير البريطانيين بريطانيين نعم فأنت جزء منها وهذا أشيء عضو كبير طبعا طبعا أنا أول واحد رسام كريكاتير بريطاني بعضو بهاي الرابطة غير مقيم في بريطانيا وعن جد أنا أول واحد نعم هم يحكوني كانوا نشروط أنك تقيم في بريطانيا أنا غير مقيم فقلت لهم لازم تغيروا هذا الشرط غيروه تحافظ المبدأ يعني طبعا مش تحافظ المبدأ لازم تكون تجزء من التغيير لازم تغير إشي لازم تعمل إشي أفضل ما بتعرف مش لإني تكون منيحة ممكن لرسام آخر تكون منيحة صح صح ولما خد قرار أنك تنتقل لتأسس فريبين كان سهل له أسبابه نعم نعم في إحدى المؤتمرات في ستوكون في السويد كان في ورشة كل صانع محتوى ناشط من عدة دول بيطرح فكرة مشروع أو يشارك التحدي موجود في المجتمع اللي هو فيه ففي ذلك الوقت يعني قلت لهم أنه أنا كرسام كريكتير عم بواجه صعوبات في وجود منصة أقدر أنا أنشر من خلالها أفكاري لأسباب عديدة يعني ما حد جوابني وقتها حلو فرجعت على غرفتي قاعدت أفكر ليش ما جوابوني فبلاش أحلل يعني هذا حلو بجارة كريكتير تحلل إشي يعني أول إشي نعيد دور الضحية حلو عبدور الضحية وما قدمت حل آه فكنت سأل لأنا سوي لك الحل يلا أنا متوقع يطلع واحد من الورشة أبر عبدالله أنت هون أسم وينك فهيك يعني إذا أنت أنت ثروة أنت ما في إذا أنت لازم بعدين شيء آخر اعتبرت حالي أنا الأردن محور الكون إني أنا أهم إشي تحلو مشكلتي لأنه ما في مشاكل في البلد غير أنا مشكلتي فقط فما فكرت أنا بأنه في عشرات الألاف من الشباب والأطفال واليافعين واذا بدهم لو كلمة إيجابية في مجالهم إنهم يثقوا بأنفسهم يثقوا بطريقة إبداعية ما فكرت فيهم حلو فقلت هذا مشروعي القادم عشان هيك أنا رجعت صراحة بشكل غير مدروس كمان قدمت استقالتي وقررت أعمل هذا الشي أما أنه يكون عمل مؤسسي ما كنت أعرف هل هو مؤسسة أنا كفرد إطلاقا ما كنت أعرف كنت ماشي هيك يعني على البركة أنا أتذكر هذه الأيام عمر كثير أنا أتذكر أدي أنت اشتهدت حالك عن جد عمر أنت اشتهد حاله وكنت أدخل عليك أو شوفك كم تقرأ بكتب وتعرض الرجع وشو اللي بعمله عن جد عمر أنا شفت يعني يعني ما رح أن أكون معك أصدق مني بالتجربة أنا شفتك عمر بهذه المرحلة وشفتك هلأ فعلا يعني اشتهد جدا عمر ما كان في مجال غسان يعني كان كنت أتذكر أنا شاطرين بالسيلز والماركتنج أنا ما كنت أعرف لا سيلز ولا ماركتنج ولا إدارة حتى إدارة لحياتي يعني كنت دماء موظف تابع لمؤسسة أما أنا أكون يعني قائد نفسي أقود التجربة ما كنت فطريت أني أقرأ بالقيادة بالتسويق كل الشي بتقرأ تجي عندي أروح ساعة باليوم تعطيني القرأته هذا أحلى إشي كان في كل زيارة مزياراتك بالعكس شعرت أنه عندي كثير منتور مرشدين من خلال كتب هاي وقنت محظوظ جدا أقابل ناس زيك غسان تحكيلي جملة أقابل زميلي خالد الحسيني تسافر الآن تحكيلي بالماركتنج كيف تفكر أقابل عمر عموش الله يسهل عليه كمان صديقنا المبدع هو أيضا هو كان مدير ماركتنج في إحدى الشركات الصلاة الكبيرة يعني ذو كلهم من الشركة من عندك أسماء عديدة قابلتها كان في منهم إجعلني عن مكتب إياد 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 قاعد معي ساعات إياد صراحة حبيبي إياد إياد يعني أنا بذكر أعطاك وقت كثير أعطاني وقت كثير ما بيعرف إيش الأثر يلي تركه علي أنا ما بيعرف هو إيش الأثر يلي وقديش أنا تغيرت أعلمني إنه لازم تقدر حتى يعني كل تفاصيل الشركة لازم يعني ما بصير تفكي بطريقة إنه استهلاكية طريقة غير مبالي غير لا لازم تكون أنت دقيق جدا وتعرف قديش أنت عندك تفاصيل لازم تهتم فيها وتدرس النجاح أنا متذكر كان فيه كمان زيد المصري تحياتي زيد حبيبي سلالم إيجي عندي على المكتب قال لي عمر أنا بدي أعلمك أدربك وقاعدنا مرة واحدة مرتين فقط بعدين انشغل هو قال لي مين أهم صانع محتوى بالنسبة إلك قلت له يعني محليا ولا عالميا دوليا قلت له دوليا طبعا قلت له والدزني والدزني بدأ إمبراطورية مش يعني مش رسام بتقابله أنت بالشارع لا بدأ إمبراطورية وعمل أشي غير في البشرية قلت له هل تعرف تجربته أنت قلت له طبعا بعرف قل لي طبعا تعرف قل لي إذا بتعرف لماذا سويت زيه طيب راح كنت له ما لمعصب هو أنا خط موضوع شخصي ليش معصب طيب بعدين آه والله صحيح أنا ليش مش دارس هاي التجربة فروحت أجيب كتب عن ديزني استوديوهات ديزني فرقة مع عنواء بتصير يعني من مكان لمكان آخر تماما يعني من شخص شاطر في قليل فلافل ها أنا صح حركة ولا قام خط لا إن شاء الله صح هيك طيب لا شخص بدي يعمل محلات فلافل في متكير يعني كيف تفكر بعمل مؤسسي كيف تنضج أكثر كيف كيف تصير أنت في فريق كبير عم بشتغل بهذا تعرف أنت بعد ما تقرأ كنت بها تيجي تقولي غسان أنا بقولك أنت عم تعمل هو أنا غلط أنا بنصحك أنه أنت بتقدر تكون اكبر من هيك كنت سكر بها بتبع حركة تطلع فأنا عرفت هلا ليش كنت أعمل هيك طبعا كنت تفش خلقك فيه معناها لا والله أنا أنا لا أخفيك يعني إشي كنت أكرهه فيه بس أنا جد بحبه الآن يعني ما بحب أشوف حاجة زعلان أو مدد الحمد لله ما بحب أشوف ما بحب بحب أشوف إشي يعني يعني بحبهش على نفسي كمان بحبش أن أكون عم بغرة تيجي واحد ما ينصحني يعني فقلت أحب لا أحب أني إذا إشي صار معي منيح غسان يصير معها إشي أحسن كمان لأنه النجاح غسان بلهمني أصير أحسن والعكس صحيح يعني ما بصير أنا أكون نحن كل ياتنا في النهاية مش محسوبين على بعض في النهاية فالنجاح غسان هو نجاح إلي ونجاح أي شركة موجودة في الأردن أو كفرد هو نجاح إلي كشخص أنا أبوي وإمي بتعرف شو بحكولي بقولولي إذا صاحبك بخير أنت بقال بخير مية في المية وهلأ فريبن عندها كاركتر جميلة كتير جديد اسمه سحس المعلم سحس سير شنو بشوف معلم سحس منو علم سحس شركة قلم حر أنا متذكر كنت قاعد مع محامي أستشيره بالشركة قال لي لازم أنت الآن تبتكر أفكار تكون أفكار خاصة فيك بدنا نشوف معلم سحس معلم سحس أنت بريد تخط تفضل أفكار خاصة فيك أفكار خاصة فيك أفكار أفرجي الكاميرا وخليه كمع الكاميرا شوي والله يا صديقي صعب لأن هذه دمية مش بإمكانهم بتحط لنك للحلقات فأخيره فمعلم سحس هو أنا بحسه كاركتر ناقد راني تسمحني ناقد الكاركتر المعلم سحس هو شخصية بتحدث بصوت الشارع لكن إله دخل في التمية بشكل أو بآخر يعني في كثيرت حلقات تبعوية اللي علاقة في معلم سحس أنا متذكر أول مسلسل عملته مع صديقي والأستاذ الكبير جدا والمحترم والقدير محمد اللحم مع قناة رؤية المشكورة على أنها آمنت بالمسلسل هو موجود الآن على قناة رؤية المسلسل كان كل حلقة عملناها لستطرح قضية من قضايا المجتمع أنا كنت في السمته جدا 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 بالحلقات تسلم كان سحسا جدا خفيف دم الحمد لله يعني فكان هذا إشي مثلا سابقا كنت أسوي بس مشكل عميق زي الآن يعني بتخلي الأساس أقوى للعمل سابقا نطرح قضايا في المجتمع خلنا نتخير إشي القضية هل هي ترند ولا مش ترند بطلت أفكر زي هنكس أفكر لا نرجع لأ إشي يعني كيف تبليش من هناك أنك أنت تصنع محتوى عشان يكون فيه قيمة أكبر value أكبر للمجتمع مش بس المحتوى الورشات الرسمية الكريكاتير أنت بتساوي لازم تكون يعني بعمق دارس أنت لش عم تقدم هذا العمل وإنت اليوم فريبين عمر واحدة منها بتساعد بالليهي لأنك بقطاع صناعة الإبداع بالأردن وبعالم العربي وإلك وجود مع شركات كتير كبيرة مع مؤسسات وشركات موجودة بالأردن وعملت نجاح عظيم بالفترة الماضية من نطتك أو انتقالك من خربيش لفريبين واليوم سحس عم بأخذ من حالة تانية والعجبني فياته أنه صلت الدخله بالتمكين الشباب سواء بالقيادة أو بالأنترپنورشيب أو بغيره فشفته بموجود ببعض الترينينجز وبيحكي وكذا فأنت حاب أنه كاركتر سحس يحكي لغة الشارع بس لغة تغير من طريقة تفكير الشارع مش بس هو زي ما قلت لك هو كمنتج بالتأكيد يعني حابب أنا أنه يطرح سواء كان بس تعوق بس إيشي تعلمته كمان نازم ما يكون يعني كثير يبين أنه ما بدك كمان يبين تنظير عن الناس بدك نوعا ما يحكي قضايا اجتماعية في إحدى الحلقات يتطرق لقضية قد تكون توعوية وقد تكون سياسية اقتصادية من خلال المعلم سحس بآخر حلقة عمر دايما بحب نسأل ضيفنا بتجربته بالحياة إيش في خمس دروس حقيقيين حقيقيين بتجربتك عمر ونرجع لعمر اللي طول لتحدث وكان برسم بس برسم نرجع لعمر اللي داخل الجامعة ودكتوري ويومًا ما كان حطره من الجامعة لأنه كان بس باما الموهبة وابدع منه عزيز وشخص اللي بنا واحدة أنا بعتبره من الموجود بالDNA الأردني يعني موجود يعني من كالكتور عاش مع تجربة أردنية خصوصاً ببداية السوشال ميديا وغيره لشخص اليوم أخد قرار بأنه ينتقل يأسس شركته لحاله من الصفر وده شيء موسيح كمان وده اليوم يوصل ليوروب ويكون موجود على منصات عالمية وعم بغير حياة أطفال وشباب وشركات بالعالم العربي إيش خمسة دروس حقيقية أمر ولعب الباسكتبول كمان إيش خمسة دروس أنا بدي أحكي عن صراحة الدروس الحقيقية أنا بدي أحكي عن أنتهت هذه الفرصة تحدث عن أشياء علمنيها أبوي الله يرحمه أنا متذكر في إحدى المرات كنت يعني مفصول من صحيفة محلية كان أسوأ من أسوأ أيام حياتي كان وحرفيا لأني شخص مش كثير مؤثر في عالم الصحافة ما شعرت أنه زملاء يشدوا حينهم كثير في الوقوف معي حلو حلو منها آدم تأثيري صراحة يعني ما عم بأثر في الناس وقتيها بالكري كتير بحكي بالذات مفهوم لأنه كان يعني أسباب عديدة أنا متذكر وقتيها أبوي مسكني على الجنب أعتقد أعتقد صداقتي مع أبوي بلشت بهذه اللحظة قبل كانت بلشت أنه أنا كان أبوي يعني يفضل أن الشخص لما يكبر يصير صديق خوية لأسباب عديدة يعني معروف قال لي الآن فرصتك أنا متروض قال لي الآن فرصتك أنك تآمن أنك أنت أهم رسام في العالم عمر أنت أهم رسام في العالم أنا ستأرجو هيك رجعت ستأرسم كل يوم بالفيسبوك وبسقف أعلى سقف من ورها ذاك الكلمة أعلى سقف يعني غير وجهة نظر عن جد عن جد لازم الشخص هيك آمن إذا أنت بأي مجال لازم تآمن بهذا الإشي وإلا أنت بتكون يعني طبعا طبعا بشكل مدروس بكل تواضع وغدفك تقدم الآخرين ثاني درس رسالتك ما تضغى عن المادة يعني ما تخلي المادة تتحكم فيك هكذا قصدي أنه يكون فيه توازن يكون فيه توازن أنا متذكر لما توفى أبوي أنه يدام بحكي أنا وظيفتي أخدم الناس أساعد الناس كان فيه كورونا يعني توفى الله يرحم سبب الكورونا رحت إلى العيادة نسكرها رحت إلى الصيدلية فيما يقارب 600 دينار محسبين على أبوي هذول كان يدفعهم للمرضى لما همش أدوي حبيبي الله يرحم يعني ما كان المريض الما معاكش فيه مش بس مع معاكش فيه يعطيه حق الدوى كمان يعطيه حق الترويحة كمان في منه يروح فيها رسالته الطب ما تخلي المادة تضغى على رسالتك لأسف بلاقي كثير ناس مش مآمن برسالة إيش يسويه مش فاهم الرسالة هاي ضل يحسبها بالقرش ضل مظبوط من حقه من حقه لكن فيه جانب إنساني يجب أن تخليه في مجالك حلو يجب أن تكون في جانب إنساني كمان يعني تحكي 90% مجال عمل 80% فيه 20% رسالة أنت سفير هذا العمل هذا أيضا من الدروس الكبيرة تعلمتها من والدي إيش كمان دروستها من تنظر هاي أنا متذكر إنه جنب والدي كان دايما فيه كتاب طب أعصاب حيما هو يعني عنده عالميا من أول معرفته لرحيله عن هاي الدنيا فيه كتاب أساسيات طب الأعصاب حيما هو اخترع إيش يسمى عبدالله اكتشف متلازمة باسمه عميد كان مستشار في الطب الأعصاب أسس قسم الأعصاب فيه كتاب أساسيات طب الأعصاب جنبي قلت لي يا ربا هاي كتاب إيش فيه يعني ما في غيره قل لازم أساسيات ترسخ في راسي ترسخ في راسي أعرف أساسيات هاي دائما أذكر حالي فيها في مجال عملك لازم تمسك الأساسيات ما ما تروح يمين وشمال ما تفكر أنك تدأ أكبر من الأساسيات لازم دائما نضلها معك هاي الأشياء فضيئة كمان كمان يعني أهمية أهمية أنك رسالة عملها مرة أخرى أنا بالذكر كنا بالعيد عم نلف نحنا رهنا على البيت عند أحد أقاربنا أبوي مش معنا وين راه راه على الكرك في مريض بالكرك بالعيد بالعيد أول يوم عيد في مريض بالكرك ما أعتبر أنه هاي المناسبة أهم من حياة إنسان آخر لا حياة إنسان آخر أهم من أي مناسبة هذا أيضا في مجال عملك ما تستهين في قدرتك قدرتك على أنه إشي اللي أنت بتسويه يغير الحياة الآخرين ما تستهين فيها لحظت بدروسك الأربعة اللي حكيتهم كلهم فيهم عم وعدنا نمر طبعا طبعا لأنه تجربة إنسانية أنا كنت محظوظ جدا ولا زلت محظوظ أنه أنا عشت فترة طويلة مع هذا الإنسان العظيم طبعا ما تحكي له هلأ أنا متذكر لما زورته دام بزورته بتأكيد حسناً أنه يعني أنه يعني يعني أنا كنت مش عارف صراحة بعمر راح شو أساوي أنا ما كان كان صراحة صبتني إشي نفسي ما كان يعني نفسي أستمر خلص يعني حكا لي ندير بالك على عدنان ولين هيك تخيلته زي ما أنا كنت أب أنت أب الآن فأدي أقول له إنه عدنان ولين بعيوني حلو ومع عدنان طلعا كمان طبعا هي دايما هي الأساس قد محتي إشو تحكي عدنان ولين عدنان ولين دي أحكي لهم دي أحكي لهم اللي حكا لي أبوي أنتوا هتكونوا الأفضل في العالم في مجالكم إش ما يكون بتكم تآمن بهذا الإشي وتحافظوا على هذا الإشي بآخر الحلقة بنطلب ضيف يقدم إشي للناس بسمعونا شو بتقدم للناس صامر إشي ياريت كنت دائما بحاول إني أحكيه في الورشات وأنا صفحتي الستوريز اللي عندي لكل الناس بسمعونا هاي لكم أي منتج عندك أي شيء إيجابي عندك حاب توصل للآخرين حاب تنشره هاي صفحتكم أنتو أنا موجود عشانكم أرجوكم يعني إذا أنت عندك تجربة جديدة حاب تسوقها حاب تحكي عنها حاب صوتك يكون مسموع للناس من خلال إنستجرام آت عمر كرتونست ابعته ورح أنشر نحن بكل حلقة من حلقاتنا في البودكاست نشارك كل وسائل التواصل الاجتماعي والإيميل اللي بفضله ضيفنا يتم التواصل معه فرح نحطه على اليوتيوب وحنحطه لكل منصات البودكاست لا يدور نحن يتواصل معه إذا في أم مثلا فخورة بابنها نعم برسم يرسم بس يحط بشكل ناعم آت عمر كرتونست عيد نشر أعماله أب حاب نصيحة يبعت عن إستجرام أحد عنده شركة ريادية بدها دفش في الإعلام أنا بتفشت إياها من خلال الستوريز عندي عمر نحن فخرين فيك نحبك كثير نتشكرك على وقتك نتشكرك على تجربتك الحلوة نقول لك دائما زي ما بنحكي الله يرزقنا يرزق منا ويجي الخير على أدينا واختصنا في قضاء حواج الناس الله يرزقك يرزق منك ويجي الخير على أديك واختصك في قضاء حواج الناس عمر أنا كأخ بقول لك أنا فخور أنه الله خلاك أخيلي بالحياة اسلام وفخور أنه أنت إلك تجربة مؤثرة على كل حدا من فريق برشود سكسين بالتفاصيل عمر فأنا بتشكرك هذا الإشيو بتشكرك أنك كنت تدقل بواب وإنت بتعرف إحنا بأصعب حالتنا كنت بس بتحاول تيجي بس ترفع معنوياتنا وتروح هذا ما رح أسألك يا طول العمر عمر وزي ما فيه عمو عدنان ترك أثر ترجمة نانسي قنقر